رحمة العديد من التجارب الانتخابية لا زال دور الشباب يختصر على المشاركة كأدات للاختراع دون مشاركة في العمل السياسي هذا ما ناقشته الندوة الحوارية لتعريف الشباب عن الواجبات والحقوق نفذنا جلسة خاصة نقاشية دعنا بيها مجموعة من الشباب من محافظة الأنبار وأيضا ممثل عن الحكومة المحلية هذه الجلسة طرحنا بيها انتاج ورقة السياسات خاصة بالمشاركة المدنية والسياسية للشباب وركزنا على موضوع حرية التعبير حضرنا هذا اليوم الورشة النقاشية التي تخص دور الشباب والرأي العام في المحافظة واستمعنا إلى آراء الشباب والطروحاتهم وسوف نعمل على تقديم مسودة عمل مشتركة بحثت الندوة في آليات مشاركة شريحة الشباب وطرحت العديد من المخترحات إلى الجهات ذات العلاقة من أبرزها أن يكون هناك كوتا لهذه الشريحة إضافة إلى تعديلات في قانون الانتخابات يسمح لأعمارهم في الدخول والمنافسة لالجلسة كان هناك اتفاق على هذه الخطوة بأن يتم إدراج كوتا للشباب ضمن المساحات الانتخابية ضمن القوامة الانتخابية على أقل المقدمة ليس شرطة تكون النتائج لكن على أقل ضمن القوامة الانتخابية كانت تكون القائمة الانتخابية على أقل 25% من القائمة هم من فئة الشباب بين سن الـ 18 مثلا بين سن الـ 25 أو الـ 28 حسب التعديل القانوني إلى سن مثلا الـ 35 أكو طاقات شبابية كثيرة فهناك أكو تخوفات من هاي الجهات السياسية ليش؟ لأنه تمنع هاي الطاقات الشبابية أنه تتواجد بالشارع العراقي حتى تحقق مطاليب الناس اللي موجودين فالأغلبية تقولك أنه أنا ما أقدر ما أقدر أخلي هاي الطاقات وهاي الشباب تتواجد بهاي الساحة تأتي هذه الدورات والمؤتمرات لتثقيف الشباب وتعريفهم بأولويات العمل السياسي وضرورة المشاركة والتغيير وأن يكونوا رقما صعبا في العملية السياسية يأمل العاملون في المجتمع المدني تحقيق تجربة ناجحة بعد أدة تجارب يراها الجميع أنها لم تحقق طموحات الشباب وتطلعاتهم في المشاركة السياسية والتغيير من الأنبار سعد الحاج قناة زاكروس